السلام عليكم مرحبا للمتتبعي قناة الحمدي. اذا هذا الفيديو ان شاء الله سوف نوضح فيه واحد مجموعة من النقاط اللي ما زال كي يطرحوها مجموعة من تلامد لكي يتميوا الى مستويات اخرى غير المستوى ديال الباكالورية والمستوى ديال الاولى باكالورية واللي جابها الوزير هذا اليوم في الخطاب دياله على في قبة البرلمان. اذا القرار نهائي لوزارة التربية الوطنية والتكويل المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية على لسان وزيرها سعيد امزازي فيما يخص الموسم الدراسي الفين وتسعة الفين وعشرين للمتحانات. اذا بالنسبة للمستوى الثالث اعدادي اي التسع والسادس ابتدائي سيتم احتساب نقطة المراقبة المستمرة زائد الانشطة المندمجة التي تم ما انجازوها حضوريا سواء تلك المتعلقة بالدورة الاولى او الدورة الثانية. اذا بنسبة للسادس وبنسبة للتاسعة فارا ما غاديش ادوزو الامتحان الجيوي ديالهم. شنو غايتم كيفاش غايتم العملية ديال النجاح ديالهم. غا ياخدوا فقط نقطة ديال المراقبة المستمرة اللي درتو في الدورة الاولى او الا الا انتو درتو شي مراقبة مستمرة في الدورة الثانية هادو هما اللي غادي ياخدوهم اللي غاديو من خلالهم يعني غا يحتدو واش انتو ما نجحين او لا ما نجحينش. اعتقد المسألة واضحة. اما بالنسبة للمساويات غير الاشهادية شنقصدوه بالمساويات غير الاشهادية اي التحضيري والتاني والتالت والرابع ابتدائي والخامس ابتدائي والاولى اعدادي والثانية اعدادي الاولى اعدادي هي السبعة والتانية اعدادي هي التمنى والجدع المشترك الجدع المشترك هي سانك يام سيتم احتساب نقطة الفروض المنجزة حضوريا زائد ايضا الانشطة المندمجة هادو تهم يعني غا ياخدو لهم فقط المراقبة المستمرة وزائد الانشطة المندمجة النقطة المراقبة المستمرة هادو الفروض سواء اللي دارو في الدورة اللولى اولا اي لا كانوا دارو شي حاجة في الدورة التانية وغادي يجمع هادو الاشياء وغادي يقسموهم طبعا ديك العمل يلي كتم وغادي يعطوهم اه النقطة ديالهم اللي من خلالها يعني هتحدد المصير ديالهم واش نجحين اولا ما نجحينش اذا تخصيص شهر شو تنبر الفين وعشرين اذا هناك اللي غادي يقول لي وشنو يعني ما صعر ديال هادوك الدروس اللي ما اقراوهمش اذا خلالهم يقراوهم شنو دارت الوزارة او شنو قال الوزير قال لك تخصيص شهر شو تنبر الفين وعشرين يعني من اللي غادي يدخلو يعني العام الجاي للدعم التربوي للاستدراك ما فات من الدروس الحضورية في فترة الحجر اي الدروس اللي دالها عن بعد اللي تقراو يعني دابا عن بعد هاد الدروس هذي غادي يتقدم فيها الدعم ان شاء الله مباشرة من بعد ما غادي يدخلوه في الموسم الدراسي لجاي اعتقد الامور واضحة اذا التنويه بكل المجهودات في الاخير كنووها الوزير بكل المجهودات المبدولة من طرف رجال ونساء التعليم بصفة عامة وكذا الاداريين لانجاح التعليم عن بعد وتيقول لو زير بي ان راه هاد الاعلان هذا ماشي يعني كسافرة العطلة هذي لك يقول لكم تبعوا الدروس ديلكم عن بعد لانها مهمة ومهمة جدا لان من هالدروس هذي راه من خلالها كتبنيوا كتبنيوا يعني للمستوى اللي غادي انتم ما تنتقلوا له اذا فهي مهمة ومهمة جدا اذا اذا كان عندكم شي تساؤل او لا شي حاجة ما افهمتوها شو انطلاقا من هاد النقاط لانا اعطيتكم دابا ما تترددوش انكم تخليوها ليه في التعليق وان شاء الله هنا غادي نجاوب عليها اتمنى لكم حد موفق والى الحلقة القديمة ان شاء الله اشتركوا في القناة ان شاء الله